السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلاب الصف التاسع أهلا وسهلا بكم في مادة العلوم والوحدة الثالثة بعنوان التركيب الذري للمادة ودرسنا لهذا اليوم بعنوان تركيب الذرة الجزء الثالث أهداف الدرس في نهاية الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادرا على أن واحد يصف مستويات الطاقة حول نواة الذرة اثنان يحسب الحد الأقصى من الإلكترونات من مستوى الطاقة الأول حتى مستوى الطاقة الرابع عزيز الطالب تعلمت سابقا أن الذرة تتكون من النواة موجبة الشحنة بسبب وجود البروتونات موجبة الشحنة داخلها وكذلك يوجد في داخل النواة أنيوترونات متعادلة الشحنة ويوجد حول النواة فراغ تتحرك فيه الإلكترونات عزيزي الطالب لاحظ الشكل الآتي الذي يمثل تركيب ذرة الألومنيوم ثم أجب عن الأسئلة التالية لاحظ الشكل واحد أين تتواجد الإلكترونات في الذرة؟ أحسن تتحرك حول النواة اثنان هل تتحرك جميع الإلكترونات في نفس المستوى؟ أحسن لا تتحرك في نفس المستوى بل تتوزع في مناطق حول النواة السؤال الثالث ماذا تسمى المنطقة التي يتحرك فيها الإلكترون حول النواة؟ هذا ما ستتعرف عليه عزيزي الطالب في هذا الدرس عن مستويات الطاقة مستويات الطاقة صفحة 99 لاحظ عزيزي الطالب الشكل رقم 4 من كتاب العلوم والذي يمثل السحابة الإلكترونية لذرة الهيليوم ماذا تلاحظ في هذا الشكل؟ نعم تتحرك الإلكترونات حول النواة في منطقة من الفراغ تشبئ السحابة سميت بالسحابة الإلكترونية ليس للسحابة الإلكترونية حدود واضحة لذا يمكن أن توجد الإلكترونات في أي منطقة فيها لاحظ الشكل هنا عزيزي الطالب ولاحظ حركة الإلكترونات السريعة وتلاحظ هنا أنه ليس للإلكترون حد واضح ولذلك تسمى السحابة الإلكترونية لكثافة تواجد الإلكترون في كل منطقة فيها فيبدو الشكل كأنه سحابة تسمى المنطقة التي يتواجد فيها الإلكترون حول النواة بمستوى الطاقة والآن افتح الكتاب صفحة 99 ولاحظ الشكل السادس من كتاب العلوم والذي يمثل نموذجاً لمستويات الطاقة لأحد الذرات لاحظ الشكل تلاحظ أنه توجد مستويات الطاقة حول النواة كذلك يتم رسم مستويات الطاقة على شكل دوائر حول النواة ويتسع المستوى كلما ابتعد عن النواة لاحظ الشكل وكيف أن مستويات الطاقة تحتوي على إلكترونات بعدد معين في كل مستوى ويدور الإلكترون حول النواة ولاحظ هنا أن عدد الإلكترونات يزداد كلما ابتعد المستوى عن النواة يوجد حول النواة عزيز الطالب سبعة مستويات طاقة رئيسية من أن يساوي واحد إلى أن يساوي سبعة هذا المستوى الأول فالمستوى الثاني فالمستوى الثالث فالمستوى الرابع وهو الأبعد عن النواة من المستويات الثلاثة الأولى عزيز الطالب تبعا في الشكل رقم سبعة في كتاب العلوم في الصفحة مئة ثم أجب عن الأسئلة التالية الشكل سبعة يمثل مستويات الطاقة في الذرة لاحظ الشكل هل تتساوى مستويات الطاقة في طاقتها؟ لا تتساوى أحسن حيث تزداد طاقة المستوى كلما ابتعد عن النواة فالمستوى الثاني أعلى طاقة من المستوى الأول ولكن ما العلاقة بين عدد الإلكترونات في المستوى وبعد المستوى عن النواة؟ نعم يزداد عدد الإلكترونات في المستوى كلما ابتعد عن نواة الذرة لأن المستوى يصبح أكثر اتساعا لاحظ عزيز الطالب أنه في مستوى الطاقة الأول يوجد إلكترونات وفي الثاني يوجد ثمانية إلكترونات وفي المستوى الثالث ثمانية عشر إلكتروناً بينما في المستوى الرابع اثنان وثلاثون إلكتروناً ولكن عزيز الطالب من علاقة بين رقم المستوى وسعته القصوى من الإلكترونات؟ سعة مستوى الطاقة للإلكترونات رقم المستوى إن؟ المستوى الأول سعة المستوى القصوى من الإلكترونات إلكترونات المستوى الثاني سعته القصوى ثمانية والثالث ثمانية عشر أما المستوى الرابع فسعته القصوى إثنان وثلاثون ولكن عزيز الطالب ما العلاقة الرياضية التي تربط بين رقم المستوى وسعته من الإلكترونات؟ بمعنى ما العلاقة التي تربط بين الرقم واحد واثنان أو بين الرقم اثنان وثمانية والرقم ثلاث وثمانطاش والرقم أربعة واثنان وثلاثون هل الاثنان هي ضعف الواحد؟ نعم ولكن هل الثمانية هي ضعف الاثنان؟ بالطبع لا إذن لو ربعنا الأرقام أو أرقام المستويات سنحصل على واحد بينما لو ربعنا الاثنان نحصل على أربعة ولو ربعنا الثلاث نحصل على تسعة أما الأربعة فهي أربعة في أربعة ويساوي ستاش ولكن ما العلاقة بين مربع الرقم واسعة المستوى القصوى من الإلكترونات؟ أحسنت نعم إنها الضعف فلو ضعفنا الرقم واحد أي ضربناه في اثنين يعطينا اثنين والأربعة في اثنين ثمانية والتسعة في اثنين ثمانية عشر والستة عشر في اثنين اثنان وثلاثون إذن إذا ضربنا رقم المستوى في نفسه ثم ضعفنا الناتج نحصل على السعاء القصوى للمستوى من الإلكترونات وهذا ما توصل إليه العلماء لهذه المعادلة لحساب السعاء القصوى للمستوى من الإلكترونات فلنقم عزيزي الطالب بدراسة هذه المعادلة توصل العلماء إلى العلاقة الآتية لحساب الحد الأقصى من الإلكترونات التي يمكن أن يستوعبها المستوى إن والعلاقة هي عدد الإلكترونات في المستوى إن يساوي تو أن سكوير انظر إلى الجدول التالي في العمود الأول المستويات من أن يساوي واحد إلى أن يساوي ثلاث أي من المستوى الأول إلى الثالث وفي العمود الثاني لحساب الحد الأقصى لعدد الإلكترونات في المستوى من يقوم بحل المستوى الأول؟ نعم إثنان ضرب في داخل القوس نضع واحد في واحد ويساوي إثنان في واحد ويساوي إلكترونين نعم المستوى الثاني حيث إن يساوي إثنان نعم إثنان في إثنان تربيع وهي إثنان في إثنان ويساوي إثنان في أربعة ويساوي ثمن إلكترونات السعى القصوى للمستوى الثاني أما المستوى الثالث إثنان في ثلاثة تربيع هي ثلاث في ثلاث ويساوي إثنان في تسعة ويساوي ثمانية عشر إلكتروناً هي السعى القصوى للمستوى الثالث عزيز الطالب هذه العلاقة تنطبق حتى المستوى الرابع تمعاً في شكل الآتي الذي يمثل التركيبة الإلكترونية لذرة الصوديوم المتعادلة ثم أجب عن الأسئلة التالية لاحظ الشكل عزيز الطالب والذي يمثل ذرة الصوديوم السؤال الأول ما مستوى الطاقة الذي يحتوي إلكترونين؟ أحسن نعم إنه المستوى الأول إن يساوي واحد السؤال الثاني ما عدد الإلكترونات في المستوى الثاني؟ أحسن ثمانية إلكترونات موجودة في المستوى الثاني يساوي إثنين السؤال الثالث ما العدد الذري للصوديوم؟ تذكر عزيز الطالب أن العدد الذري كما تعلمت سابقاً يساوي عدد البروتونات وبما أن الذرة متعادلة هنا إذن العدد الذري يساوي عدد البروتونات ويساوي عدد الإلكترونات لاحظ هنا أن الإلكترونات تدور حول النواة وعددها أحد عشر نعم مجموع عدد الإلكترونات حول النواة يساوي أحد عشر وهو العدد الذري نفسه إذن العدد الذري يساوي أحد عشر ملخص الدرس تعلمت سابقاً عزيز الطالب في هذا الدرس أن مستوى الطاقة هو المكان الذي يتواجد فيه الإلكترون حول نواة ذرة العنصر وكذلك تعلمت أيضاً أنه يوجد حول نواة ذرة العنصر سبعة مستويات طاقة رئيسية وكذلك تزداد طاقة المستويات كلما ابتعدت عن النواة ويمكن حساب الحد الأقصى لعدد الإلكترونات في المستوى من خلال العلاقة عدد الإلكترونات في المستوى يساوي 2N² والآن عزيز الطالب لنقوم بحل السؤالين الآتيين السؤال الأول أي مستوى من مستويات الطاقة يتسع الإلكترونين كحد الأقصى؟ نعم إنه المستوى الأول بينما المستوى الثاني هو إجابة خاطئة لأن المستوى الثاني يتسع لثمن إلكترونات وليس إلكترونين والمستوى الرابع يتسع كذلك لثماني وثلاثون إلكترون وهو إجابة خاطئة السؤال الثاني ما أكبر عدد من الإلكترونات يوجد في مستوى الطاقة الرابع؟ هل هو ثمانية؟ ثمانية إجابة خاطئة أم ثمانية عشر؟ ثمانية عشر نعم إجابة خاطئة إذن مستوى الطاقة الرابع يتسع لثماني وثلاثين إلكترونين والآن عزيز الطالب افتح الكتاب صفحة مئة سؤال اختبر نفسك السؤال الأول ما عدد الإلكترونات التي يتسع لها مستوى الطاقة الرابع؟ المستوى الرابع نعم يعني أن يساوي أربعة أحسن وبتطبيق العلاقة عدد الإلكترونات في المستوى أن يساوي 2N سكوير إثنان في نفتح توسل أربعة ضرب أربعة ويساوي إثنان في ستة عشر ويساوي إثنان وثلاثون أحسنت والآن في نفس الصفحة مئة اختبر نفسك السؤال الثاني إذا علمت أن ذرة النيتروجين تحتوي سبعة بروتونات وسبعة النيترونات وسبعة إلكترونات أرسم ترتيب الإلكترونات في مستويات الطاقة في البداية عزيز الطالب نعم نرسم دائرة تمثل النواة ونضع في داخلها سبعة بروتونات موجبة وسبعة النيترونات متعادلة ماذا نفعل بعد ذلك؟ نعم أحسنت نرسم دائرة تبثل المستوى الأول ونضع في المستوى الأول كم إلكترونات؟ أحسنت نعم نضع إلكترونين ثم نرسم دائرة أخرى تمثل المستوى الثاني والآن عزيز الطالب كم تبقى من السبعة إلكترونات؟ بعد أن وضعنا إلكترونين في المستوى الأول أحسنت خمسة إلكترونات المستوى الثاني هذا الإلكترون الثالث فالرابع فالخامس أحسنت عزيز الطالب والآن عزيز الطالب افتع الكتاب صفحة مئة وخمس السؤال العاشر ما أقصى عدد من الإلكترونات يتسع له مستوى الطاقة الثالث؟ هل هو A تساوي اثنان أم B تساوي ثمانية أم C تساوي ثمانية عشر أم D تساوي اثنان وثلاثون نعم من المعادلة أن سكوير حيث أن تساوي ثلاث نجد أن اثنان في ثلاث تربيع تساوي اثنان في تسعة ويساوي ثمانية عشر إذن الإجابة هي C أحسنت عزيز الطالب شكرا لكم أعزائي الطلاب على هذه الحصة الممتعة مع تمنياتنا لكم بالتوفيق والنجاح ترجمة نانسي قنقر